من الكميات المشتقة المهمة بالنسبة لنا في الكورس اللي هي density او الكسافة ايه هي الكسافة احنا بنعرفها in Arabic اللي هي كتلة وحدة الحجوم او mass per unit volume بنرمز للكسافة بالجريج ليتر اللي بيسمى رو العلاقة اللي بنحسب منها الدنسي الرو equal m by v او الكتلة على الحجم يبقى ال m هي mass وال v عبارة عن volume او الحجم لو خذنا نسال بسيط واللي اصلد كيوب of aluminium مكعب صالبة من aluminium اعطيني بين قصين الدنسي equal 2.7 g per cubic centimeter has a volume الحجم بتاع of o.2 cubic centimeter compute its mass هنا اعطاني density وسألني على mass الكتلة واعطيني الحجم اذا مش شرط يديني الحجم والكتلة يقول لي احسب الدنسي لا ممكن يديني اي مجهول ويقول لي احسب المجهول الاخر يبقى اولا اكتب العلاقة ما بين الرو والم وال v الرو بتساوي الم by v انا عايز احسب الم لو ضربت طرفين في وسطين اذا الم المس هتساوي الرو ضد v يبقى وصلت العلاقة اللي انا هاحسب منها المس او الكتلة واحد يسألني سؤال انت قلت ان وحدة دنسي كيلو جرام بير كيوبك ميتر لقيت عندي هنا الوحدة جرام بير كيوبك سنتيميتر مفيش مشكلة تلوحدة اللي بتستخدم في النظام الفرنسي مادام اعطيني الكتلة بالجرام والحجم بالكيوبك سنتيميتر في وحدة الكسافة يبقى لازم اعوض عن الحجم بالسنتيمتر المكعب لما اجي احسب المس خلي بالك من لازم الوحدات تكون متشابهة اشتغل بالنظام الفرنسي يبقى كل الوحدات نظام الفرنسي عند الكسافة اتنين بوينت سبعة اضرب في الفوليوم يطلع الانماس اربعة وخمسين اربعة وخمسين ايه كيلو جرام ولا جرام طبعا ما ينفعش كيلو جرام اروح لوحدة الكتلة اللي موجودة فيه لانا استخدمتها في الكسافة اللي هي الجرام يبقى الماس 0.54 جي او جرام مثال اخر على الدنستي ابول اف الومينيوم قره من الومينيوم اعطيني نصف قطر القره 0.5 او هاف ميتر او اتس ماس 60 كيلو جرام هنا الوضع يطلف نقل من وحدات النظام الفرنسي اللي هي الجرام سنتيميتر ساكند الى وحدات النظام الدولي جبل الماس بالكيلو جرام و نصف القطر بالميتر يبقى انا هاحسب هنا الدنستي بوحدتها في ايه في الاس اي يونيت طيب السؤال على احسب الدنستي عشان احسب الرو لازم يكون عندي كميتين م و في ماس و فوليوم الكتلة اعطهاني في المسألة لكن ما عندي الفوليوم يبقى لازم الاول احسب حجم القره حجم القره منين من قانون الحجم اربعة على تلاتة باي ار تكيب بعوض في العلاقة اللي باحسب منها حجم القره واستنتج الاول الحجم بالمتر المكعب بعد كده اعوض في قانون الكسافة الرو هتساوي الام باي في الرو عندي الام عندي ستين والفوليوم حسبته من قانون حجم القره يطلع لي الكسافة بوحدة الكسافة في الاس اي يونيت او النظام الدولي للوحدات مية واربعتاش بوينت سيفين كيلو جرام بيركيوبك ميتر هنتنقل بعد كده للعلاقة بين بعض انظمة الوحدات المختلفة لاننا نستعملها في اليونيتز كونفيرجن او التحويل بين الوحدات كمثال العلاقة بين الميل وده وحدة قياس في النظام البريطاني والمتر اللي هو وحدة قياس النظام الدولي الوان مايل اكوال الف ستمية وتسعة متر طيب يسوي كم كيلو جرام لو حاولت من متر الكيلو جرام يبقى 1.609 كيلو أسف كيلو متر طيب العلاقة بين الفيت والمتر الوان فيت 0.3048 متر طيب الوان فيت كم سنتي يسوي كم سنتي 30.48 سنتيمتر طيب العلاقة بين المتر والانش الانش اللي هي البوصة المتر تسعة وتلاتين فاصلة سبعة وتلاتين من مية بوصة طيب المتر بيسوي كم فيت 3.281 فت طبعا فت يعني قدم العلاقة بين البوصة والمتر الوان انش 0.0254 متر في نفس الوقت البوصة بتسوي كم سنتي 2.54 سنتيمتر طبعا أنا لازم أكون عارف العلاقات دي لانه ممكن يجي لي مسألة فيها تحويلات لازم أستخدم السوابت اللي عندي بين الأنظمة المختلفة عشان قادر أحويل من يونت إلى يونت أخرى